الحمد لله ياسر الأيام دي عدت ربنا ما يرجع الأيام الصعبة دي تانية علينا أعتقد إن شاء الله الأيام الصعبة دي انتهت بشكل كبير ده طبعا ما يمنعش إن احنا علينا دور مهم إنه لازم نقوم بيه وإن احنا نطعم ما ينفعش رغاية دلوقتي يكون في ناس لسه ما خدتش التطعيم المناعة الجماعية اللي الناس كتير قوي قاعدت تتكلم عليها أكيد محتاجة إنه يبقى فيه مثلا على الأقل 70% من المواطنين من الطعام احنا عندنا الحمد لله جرعات تطعيم كفاية مبارح مجلس الوزراء مثلا أكد على إن الدولة وفرت أكتر من 143 مليون جرعة لقاح لغاية دلوقتي وده من كل أنواع اللقاحات وتم استهلاك لغاية دلوقتي حوالي 73 مليون جرعة منها حوالي 1.400.000 جرعة ترشيطية للفئات دات الأولوية والجرعات الباقية بتكفي إنها الطعم أكتر من 42 مليون فرد مبارح كمان وزارة الصحة وجه الدعوة لكل اللي لسه ما اتطعمش إنه لازم يروح ويتوجه لأقرب مركز تطعيم ويحصل على اللقاح قبل شهر رمضان المعظم عشان طبعا الناس اللي عايزة تأدي تقوص العبادات والتقوص الرمضانية بشكل آمن لأن الحمد لله الحمد لله تاني معدلات الأصابة بتتراجع وده نقدر نقول إن ده بيحصل يا ياسر مع زيادة معدلات التطعيم إن شاء الله نتعشف إن الأمور تكون أفضل في الفترة الجاية صبح لكل مشاهدينا ربنا يمتعكم بالصحة والعافية صواح الخير عليكم موسيقى